انه في تحديات جمّة تصل الى مرحلة المؤامرات على الدولة المصرية تقديري انه ليس صدفة ان تشتعل كل الاتجاهات في وقت واحد ليس صدفة ان تشتعل الاراضي الملاسقة لمصر غربا وجنوبا وشرقا في آن واحد ليست مصدفة ابدا ان تكون كل المؤسسات الدولية بتتحدث بشكل سلبي مغرد مغل في النكاية في الدولة المصرية بهذا الشكل في ازمة اقتصادية قولا واحدا كلنا بنستشعر وبنتلمس هذه الازمة الازمة موجودة في العالم كله بنسب متفاوتة وانا قلت هنا في هذا المكان هذا اختبار لحضارة الشعوب الشعوب المتحدرة اللي هتقدر تجابه وتواجه باقل الخسائر الممكنة لكن انه خلاص مفيش غير مصر كله بتكلم على مصر مصر هتفلس يا عمي مش هتفلس مصر هتقع يا سيدي مش هتقع يا سيدي مصر خلقت لتبقى مصر لا تنحني ولا تنسني ولا تركع الى الله كلام ده تقال في اعلى مستوى في الدولة واحنا بنردده وبنقوله داني لانه اهمية قوله واهمية تكراره مهمة للمصريين مش ممكن في عاقل يقول ان الظروف الحالية طبيعية مش ممكن لعاقل يقول ان الظروف الحالية الموجودة يعني سهلة وبسيطة لا الامر صعب الامر معقد فيه مشاكل متضافرة مشاكل اقتصادية مشاكل امنية الامن الاقليمي مشاكل سياسية التعقيدات الموجودة في العالم وعادة رسم الخريطة الحروب والتجاذبات وعملية الاستقطاب الحالية يا معايا ضدي يا جماعة اللي بيحكم زمان الحكم كان قباها المنصب كان قباها يا سلام المسؤول راح والمسؤول جاه والناس والحرس والقباها موجودة دلوقتي بقى من يمسك سلطة ويتالى سلطة جامرة من النار في كل المستويات في كل المستويات يعني واحد يوم يقولك يا رب شوفك كذا قول يا عم ربنا يعني يعفينا والله احد الوزراء والله والله قال لي يوم ما بلغوني نبقى وزير قلت لا حول الاقوات الا بالله وهو صادق يعني وظني ذلك ان لله وان لها راجعوني يا جماعة المسؤوليات صعبة جدا صعبة جدا جدا لانه الكل عملك ايه الوزير عمل ايه الرئيس عمل ايه الرئيس الوزراء عمل ايه كل اللي قاعد برا بينتقد بمهارة زي اللي قاعدين في مدرجات كرة القدم في مئة الف متفرج كلهم مش عجبهم المدرج كلهم مش عجبهم اللعيب كلهم مش عجبهم سبحانه من يرضي العباد